شنو دوركم كنواب للناصرية وانتو شاهدون ابنائكم وهذا الوضع والاعتقالات والاختطاف ما من حقكم ما داعيته لجلسة طارئة للناصرية ما طالبتم رئيس مجلس النواب العراقي سيد الحلبوسي بجلسة استثنائية لأوضاع الناصرية شباب الناصرية ما يحدث في الناصرية شقدمتو كنواب ذيقار إلى الناصرية خلص سؤال هذا السيد رائد اولا احنا كنواب ناصرية مقصرين تقصير واضح وكبير جدا بحق ابناء الناصرية هذا اولا ثانيا اللي قاعد يحدث من الناصرية هو بسبب الكتل السياسي المسيطرة على القرار السياسي في الناصرية وفي مجلس النواب وتأثيرنا احنا كنواب مستقلين ما نقدر نسوي شيء لانه هناك كتل السياسية مسيطرة على القرار سواء في مجلس المزراء او في مجلس النواب وهذه الكتل السياسية لا تريد أن تناقش قضية الناصرية أبدا خاطبنا سيد رئيس الوزراء خاطبنا مجلس النواب لكن بالنتيجة هل نبعد الكتل السياسية أنتوا كنواب لكن كنائب أنت تخبوك بناء الناصرية بس اسمح لسيد الكريم أنت ما تقدر وحدك تشتغل أنا هسك نائب خاطبة رئيس الوزراء هل لا متعاونين نواب الناصرية أبد ولا نائب من ديقار لا متعاونين لكنه أكو كتل السياسية سيد الكريم هاي الكتل السياسية الكبيرة اللي تعرفها أنت هي المسيطرة على القرار السياسي سواء في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء حتى على جنابك الكريم وللأسف الشديد أنا ما أقدر أسوي شيء واحد من أصل 19 يقدر يسوي شيء ما يقدر أسوي شيء للأسف الشديد السيد الكاظمي بدأ يخطو خطوات السيد عادل عبد المهدي وخنع خضع للكتل السياسية خضوع كبير جدا الآن الآن هو تسير الكتل السياسية الكبيرة في مجلس النواب وهذه الكتل السياسية لها أجندات وعدها أهداف يعني ما تصريحاتها في الخضائية أتبعنا مع المتظاهرين وما هذا الكلام برأيك يعني للاستهلاك الإعلامي فقط ولا أبدا أنه لا نفذ أنت آخر آخر تقييم للبرنامج الحكومي السيد الكاظمي من قبل لجنة المتابعة البرنامج الحكومي كانت النتيجة 17 و 17 قالوا إحنا 17% منفذ البرنامج الحكومي وهذه 17 كثير من أستاذ الأعضاء أعضاء اللجنة أنا محاة شيئاهم قالوا والله جاملنا سيد رئيسي وزراء بأنه النسبة يجوز حتى ما تصل إلى 13% من البرنامج الحكومي نبقى على هذه المجاملات لحد ما نشوف شباب التظاهرات في الناصرية الله أعلم أستاذ فاضل يعني بيتمسك المحتجين برأيهم والقوى السياسية موقفها ما راح تعتقد إحنا متوجهين أو العراق متوجه نحو التصعيد بين الطرفين برأيك يعني أولا أعتقد إذا لم يتم تدارك الأمور وتلبية الطلبات المتظاهرين ستحتقن وستتأزم الأمور أكثر أبيل لك طيب قبل شوي السيد النائب أخي العزيز احتاج أنه هذا يقدر وهذا ما يقدر لا أنا قصدي أنه يكون شخص خذ مثلا القيادة في شرطة الناصرية لم تكن موفقة بالدرجة الأساس ليش؟ لأنه القرار أيضا ليس بيديها بيونفرديها ليش؟ لأنه الشرطة ما حاكمة للناصرية لكن لو شك ملف الكوت الكوت أيضا بها تظاهرات وتظاهرات كانت حادة جدا لكن شرطة الكوت استطاعت أن تهيئ وتصنع مناقات مناسبة أدت إلى وضع تفاهمات كبيرة جدا من قبل قيادة الشرطة الكوت التي وفقت في إدارة هذا المناخ ها؟ من يقدر ننسخ هذه التجربة للناصرية؟ أنا هيش أقول الساد رائد أحسنت الآن أنت وضعت يدك على الجرح أنا أقول نحن أنا كدولة أخلي لي واحد مسؤول على الأمل مع الناصرية مو أخلي 16 قيادة مسؤولة هذا الشخص أقول له تعال أعصب أعصب برأسي كمحافظة الناصرية أي خلل يسرع المتظاهرين تتحمله أي خرق يسرع المتظاهرين تتحمله أي خرق لحقوق الإنسان وتجاوز على أي متظاهر تتحمله نعم المتظاهرون بينهم من يخطأ ويصيب أنا ما أقول لكم وكل ملائكة فيهم من يخطأ فيهم من يتجاوز إلي تجاوز على المال العام قطعا حتى المتظاهرون السلميون المطبيون سوف لن يرضون عنه أنا اللي أقوله أن الناصرية إليها خصوصية خصوصية بشبابها اليوم شباب الناصرية تعرف محافظات أخرى ما يدقون بعض المناطق المتظاهرون يقتنعون فقط بالتعين لكن المتظاهرون الناصرية ما يردون التعين عمي يردون إصلاح المنظومة الحكومية